لو سمحت امرأة تقول لو سمحت انا جوزي محبوس ورفع علي اليمين ثلاث مرات هل ده يجوز طلاقي المحبوس يا اختها اذا قال لك زوجك انت طالق وكان يعي ما يقول ثم ردك هتقول هو في السجن ردها ازاي قال لقد رددت زوجتي فلان منت فلان الى عصمتي واشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين فيكون ردها فليس من المهم الرد يكون بالجماع او القبلة او الضم قد يكون باللفظ ثم قال بعد ذلك انت طالق ثم ردها ثم قال انت طالق وكان يعي ما يقول فحينئذ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها يعني طلاق المحبوس يمضي ايوة يمضي اذا كان يعي ما يقول اذا كان يعي ما يقول والله تعالى قال في كتابه الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما راه ابن ماجه من حديث ابي هرير رضي الله عنه باسناد حسن ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والعق والعق وفي رواية الرجعة او كما قال صلى الله عليه وسلم طيب فصل الموضوع ده كيف ان انت تيجي بين يدي العالم انت وزوجك اما يطلع بالسلام او هناك علم يأتون لهم يدرسونهم في السجن يسأل العالم اين عم ويفتيه العالم بعدما يسمع منه لكن انا اجبت اجابة عامة للتعليم والتعلم والله اعلم